أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد وعجل فرجهم يا كريم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين نشرع بحول الله وقوته في هذه الدورة المهدوية والتي ستستمر من 12 إلى 14 درس بحسب الظروف وإن شاء الله ستكون من السبت إلى الخميس فطول أيام الأسبوع عدى الجمعة إلى تقيبا منتصف شهر رمضان تنتهي الدورة ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع المهم المهدي صلوات الله وسلامه عليه فمن جهة هو إمام زماننا وله حق علينا من جهة هذه القضية صارت مثار للشبهات من المذاهب الأخرى من جهة ثالثة كثرة أدعياء المهدوية ومدعين الاتصال بالإمام ابن الإمام أخ الإمام وكثرة الادعاءات أن هذا اليماني وهذا الخراساني وهذا شعيب بن صالح فالإنسان لا يمكن أن ينجو من هذه الفتن من هذه الشبهات أن يركف على أرص صلبه إلا بالتعلم والتثقف في هذه القضية المهمة ونحن إن شاء الله خلال هذه الدورة راح نمر على أهم مفاصل القضية المهدوية حيما ندعي أنه سنغطي جميع التفاصيل لأن القضية كبيرة جدا واللي فت فيها عشرات المجلدات إنما ندعي أن من سيستمر في حضور الدورة ستكون لديه معالم القضية وأكان القضية المهدوية واضحة يقف على أرضية صلبة يتمكن من معالجة الشبهات أو الإشكالات أو الإثارات المتعلقة بالقضية المهدوية ولابد أن الإنسان يلتزم بجميع الدروس لأن الدروس متسلسلة وكل درس يأخذ بيدي الدرس الآخر فلابدنا الالتزام بحضور السلسلة كاملة حتى تكون الصورة واضحة بحول الله وقوته اليوم إن شاء الله نبدأ بالدرس الأول والدرس الأول سيكون حول المهدوية في الإسلام وفي الديانات المختلفة نحن ندعي أن القضية المهدوية قضية عالمية مو مختصة بدين أو بمذهب خاص إنما قضية اشتركت فيها كل الأديان سواء كانت أديان وضعية اللي هي من وضع البشر أو كانت أديان سماوية نزلت من السماء مثل اليهودية والمسيحية والإسلام فكل الأديان تشترك في القضية المهدوية إذن شو نقصد بالقضية المهدوية نقصد بالقضية المهدوية أن الأرض ستمتلئ ظلما وجورا وعدوانا وسيأتي في آخر الزمان مخلص ومنقذ ينقذ البشرية وينتشل البشرية من هذا الفساد الذي تعيش فيه وتغرق فيه ويملأ الأرض قصطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا هذه فكرة بعض العلماء عبر عنها أنه أصلا فكرة فطرية من شدة انتشارها بين الأديان المختلفة فاليوم إن شاء الله سنثبت هذه الفكرة بالدليل سنمر على مجموعة من الأديان ونبين ملامح القضية المهدوية في هذه الأديان إن شاء الله ستكون يوم جولة ممتعة في أديان مختلفة في ثقافات مختلفة نبين فيها تصور هذه الثقافات والأديان حول القضية المهدوية أولا سنبدأ بالأديان الوضعية اللي هي مو أديان سماوية مثل الهندوسية فراح نذكر دينين من الأديان الوضعية الهندوسية والزردشتية وراح نتحدث عن معالم المهدوية عند هاتين الديانتين طبعا الديان الهندوسية لعلها الديانة الغالبة في الهند حاليا وهي ديانة قديمة جدا وتفاصيل هذه الديانة فيها نوع من التعقيد لأن من جهة يعتقدون بوجود آلهة متعددة من جهة يعتقدون بالتثليث أن هناك ثلاثة آلهة أساسية من جهة يعتقدون بوحدة الوجود من جهة يقدسون البقر ونشوف مثلا أن يتهمون أنهم يعبدون البقر ومشاكل ذلك فالديانة الهندوسية فعلا ديانة معقدة لكن هذه الديانة أيضا تشترك في هذه القضية وهي القضية المهدوية شوف هذه الديانة الهندوسية يعتقدون بالتثليث أن هناك هم يعتقدون بتعدد الآلهة لكن كأنما يرجعون هذه الآلهة المتعدلة إلى ثلاث آلهة رئيسية وهي الإله إبراهاما وهو يعتبرون الخالق والإله فيشنو ويعتبرون الإله الحافظ والإله شيفا الإله المهلك أو الإله المدمر فعندهم إله خالق إله حافظ إله مدمر بطبيعة الحال من الإله الذي سيحفظ من الإله الذي سينقذ البشرية هو الإله الحافظ الإله فيشنو فهم يعتقدون أنه الإله فيشنو سيتجسد وينزل الأرض أشرة مرات في كل مرة البشرية تنتكس وينتشر فيها الفساد ينتشر فيها الظلم والعدوان يأتي الإله فيشنو وينزل وينقذ البشرية تسع مرات متتالية إلى أن تأتي المرة العاشرة وهي المرة النهائية النزول النهائي هذا النزول النهائي هو اللي خلاص راح يملى الأرض في قصة وعدلة وتستمر البشرية بالازدهار وبالعدالة وبالسلام في نزوله العاشر فلذلك في الكتاب المقدس الهندوسي الأوبين شات طبعا كتبه المقدسة فيها تفاصيل وكذا لحنا الحين همنا هذه الفكرة يقول ثم يأتي المظهر الأخير للإله فيشنو هذا النزول العاشر النزول الأخير اللي خلاص هذا اللي راح يطبق العدل والسلام في الأرض متجسدا على شكل رجل يمتطي فرسا أبيض وشاهرا سيفه وهناك وصف للسيف تشبيها له بالنجمة المذنبة كناية عن شدة قوته وسطوع نوره الذي سيبدد الظلام وتنعم الأمم بالسلام هذا المظهر هو العاشر لظهور فيشنو وسيعيد الخلق إلى طراوتها ونقاوتها هذا بالنسبة إلى الهندوسية الديانة الثانية الوضعية هي الديانة الزردشتية والديانة الزردشتية هم اللي عالة يعبدون اللي كانت في بلاد فارس سابقا واللي معروفين بعبادة النار في هذه الديانة أيضا آمنوا بوجود أكثر من منقذ فقالوا أنه كل ألف سنة سيأتي منقذ كل ألف سنة سيأتي منقذ وآخر منقذ المنقذ الأخير يعبرون عنه بالمسيح وهذا المسيح أو المسيح أو المشيح كلها مصطلح واحد وراح نتعرض الله أكثر عندما نتكلم عن الديانات السماوية فالزردشتية يعتقدون أن كل ألف سنة يأتي مخلص منقذ في الآخر منقذ يعبر عنه بالمسيح وهو سيولد عبر عنه سيولد من امرأة عذراء طاهرة وعندهم أيضا أنه سيخرج عندما تمتلئ الأرض ظلما وجورا فقال في الكتاب المقدس هو عندهم كتاب المقدس اسمه الأفستا أنا أنقل بي توسط مصدر عنه يقول الفساد سينتشر بشكل واسع وحياة للأحرار غير قابلة للتحمل فهم يحبون الموت على الحياة أن الأحرار خلاص يصل المرحلة أنه يتمنى الموت يفضل الموت على أن يعيش في هذا الظلم وأيضا العيش للناس صعب والشر والفساد والسرقة والكذب منتشرة ولا يقول أحد الصدق هذه معالم أصر الظهور عندهم ثم قبل البعث والموت وقبل يوم القيامة سوشيانس اللي هو أحد الآلهة عندهم وهو أيضا المخلص عندهم يقول أن هذا سوشيانس آخر شخص اللي يأتي إلى الأرض اللي أيضا يعبر عنه بالماسية أحيانا قبل البعث والموت وقبل يوم القيامة سوشيانس يأمر الناس أن يصبحوا جنودا ويحاربوا ضد أهرما طبعا هم زرداشتية عبرون عنهم ديانة ثانوية ثانوية ليش؟ يعتقدون بإلهين أثنين يعبرون عنهم ثانوية لأن عندهم إله الخير وعندهم إله الشر فهني لما ينزل هذا سوشيانس راح يحاربون إله الشر اللي هو أهرامل وينهزم الكذب والأمراض والموت والسيئات والظلم والكفر في زمن سوشيانس كل خلقة جديدة يأتي السرور لمدة سبع عشر سنة يأكل الناس الحشيش ويتناولون المياه ثلاثين سنة كأن الأرض شنو؟ تخرج خيراتها في هذا الزمن الأخير زمن ظهور المخلص والمنقبة الآن نأتي إلى الديانات السماوية هذا مثال للديانات الوضعية الديانات الوضعية الأخرى أيضا عندها مثل هذا الاعتقاد مثل البوذية الكونفوشوسية لكن من باب الاختصار اخترنا نموذجين من الديانات الوضعية الحين هو حق الديانات السماوية اليهودية والمسيحية ثم الإسلام أما اليهودية هم يعتقدون أن الأرض سيرثها العباد الصالحون وأن الله سبحانه وتعالى وعدهم بذلك فورد في سفر المزامير زبور داود وهذا النص حفظه راح يفيدنا بعدين لما نوصل إلى الإسلام يقول حد عن الشر وفعل الخير واسكن إلى الأبد لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون الأتقياء سيحفظون ويستمرون إلى الأبد أما نسل الأشرار فينقطع الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد فهذا وعد إلهي أن الأرض سيرثها الصديقون هذا الوعد الإلهي يعتقدون أنه سيتحقق على يد المسيح أو المشيح أو الماسية قلنا هذه ثلاثة أسامي لمصطلح واحد وأصل الكلمة المسيح الممسوح بزيت الزيتون وما كانوا عادة يعيشون في بلاد الشام فزيت الزيتون كان عندهم لنوع من القداسة والاحترام فإذا الشخص يبينوننا شخص مقدس محترم يمسحونه بزيت الزيتون فيسمونه المسيح لأنه موسح بزيت الزيتون فالمسيح يعني كل شخص مقدس عندهم هذا أصل الكلمة لكن اختصت بالمنقذ الذي سيأتي في آخر الزمان هذا المسيح الذي سيأتي في آخر الزمان راح نتحدث عنه في نقاط وأنا فصلت القضية المهدوية عند اليهود في محاضرة منشورة على اليوتيوب تقدرون تراجعونها الآن راح أذكر فقط خلاصتها أولا شنو نسب هذا المخلص المخلص عند الديانة اليهودية والمنقذ الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا نسبه أنه من سلالة النبي داود فعندهم وهم طبعا النبي داود له مكانة خاصة لأنه يعتبر أول ملوك بني إسرائيل هو اللي أسس مملكة بني إسرائيل فراح يكون من ذرية النبي داود لكن وهم يعتقدون أن ذرية النبي داود إلى الآن سلالتها محفوظة وإشلون إحنا عندنا سادة وهم السادة عندهم ذرية النبي داود فسلالتها محفوظة لكن بالضبط من أي أسرة من أبو من أمة هذه التفاصيل غامضة عندهم فقط أنه من نسل النبي داود وقالوا أنه عندما يظهر سنعرف أنه هو المسيح من خلال المعجزات والبراهين التي سيأتي بها الأمر الثاني صفاته يتحلى بأكمل الصفات يتحلى بالحكمة والمعرفة يتحلى بالتواضع لذلك أشير إليه بأنه يركب الحمار وهذه هذه النقطة أنه راكب في نص عندهم يقول يبشر بالمخلص بالمسيح يقول ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت أرشليم هو ذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور ووديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان طبعا هذه النص من العهد القديم المسيح نفسهم يطبقونه على منه على النبي عيسى فهذا إن شاء الله بعدين نحن نتعرض أن بالنتيجة المسيح يعتقدون بالعهد القديم فهذه النصوص المسيح كلها يطبقونه على منه على النبي عيسى يقولون لا هذه ما تنطبق على النبي عيسى فلذلك أحد أدلة المسيح أن النبي عيسى هو المخلص وهو المنقد وهو الذي بشرت به التورات أنه ركب على حمار وجحش ابن أتان وعندهم نص موجود في الإنجيل أن النبي عيسى دخل وركب على جحش وحمار ابن أتان فيعتقدون أنه هو المسيح طبقا لذلك عموما نرجع إلى اليهودية وأيضا يعتقدون عدى النبي موسى فأفضل الأنبياء عندهم هو النبي موسى ثم بعد النبي موسى هو المخلص الذي سيظهر بآخر الزمان بل يعتقدون أنه له مجموعة من الخصوصيات اختصت به دون النبي موسى أما وقت ظهوره فذكروا أنه لا يمكن التوقيت لظهوره ما في وقت معين وأي شخص قالوا أي شخص يدعي أن له وقت معين فهو كاذب لا يوجد توقيت لظهور المسيح عندهم علامات الظهور يقولون أنه سيظهر طبعا علامات الظهور سنلاحظ أنه جزء منها مشترك بين الجميع أنه سيظهر في زمن كارثة عظيمة وبالية مؤلمة على اليهود يعني سيظهر في عصر اليهود يعانون من الظلم والأطهاد الأمر الثاني يعتقدون أنه سيظهر بعد التمدد الشامل للإمبراطورية رومانية وللدولة العربية هم يعتقدون من علامات الظهور أن الدولة العربية تتمدد وتحكم جزء كبير من العالم وأيضا الرومان يتمددون ويحكمون جزء كبير من العالم أيضا من علامة الظهور أودى الظهور النبوة في بني إسرائيل أن النبوة انقطعت مدة طويلة في بني إسرائيل فقبل أن يظهر رح يظهر أنبياء آخرون يظهر أنبياء من بني إسرائيل ثم يظهر هذا النبي الأخير اللي هو المسيح المخلص أيضا من علامة ظهوره هلاك ثلثي العالم ستحصل حروب ستحصل مجاعات ستحصل أوبئة ثلثي العالم يموت ويبقى الثلث العالم وهذا كله أمور رح تلقى فيها نقاط اشتراك مع عقيدتنا عن إمام المهدي عليه السلام أيضا من الأمور الملفتة أنهم يعتقدون أنه سيظهر من علامة ظهوره رجعة للأموات هناك جملة من الأموات سيبعثون من قبورهم يرجعون إلى الحياة قبل ظهور هذا المخلص هذا بالنسبة إلى علامات ظهوره أما مكان ظهوره فقالوا أنه سيظهر في أرض إسرائيل في فلسطين في القدس ثم سينتشر خبر ظهوره إلى جميع العالم أما بالنسبة إلى معالم دولته فسيعتقدون أنه أولا يجمع المنفيين ويلم شمل بني إسرائيل بني إسرائيل حسب التاريخ عاصوا فترة يعبرون عنه فترة الشتات تشتتوا في دول مختلفة فهو سيجمع بني إسرائيل ويلم شملهم من الشتات لذلك هذه نقطة إذا تلاحظون اليهود فيه يهود صهيونيين وفيه يهود ضد الصهاينة اليهود اللي ضد الصهاينة الصهيونية شنو قالوا؟ قالوا إحنا نبنلم الشتات ونجمع الناس في إسرائيل فيه يهود ضد الصهاينة يقولون مو أنت واللي تجمعون الناس وتلمونهم من الشتات اللي يلمهم ويجمعهم من الشتات هو المسيح تمالكم حق هذه مو وظيفتكم يتلمون بني إسرائيل من الشتات المسيح هو اللي راح يلم بني إسرائيل من الشتات لذلك تشوف أنه فيه يهود ضد إسرائيل ضد الصهيونية وفيه يهود مع الصهيونية عموما فأولا يجمع المنفيين ويلمهم في دولة إسرائيل ويخافه كل ملوك الأرض وتسقط جميع الممالك ويعم حكمه كل الأرض ينشر الأمن والسلام ويعم السلام حتى الحيوانات انتشار معرفة الله انتهاء الأمراض والعلل هذه كلها من معالم دولته انوح الى الديانة السماوية الثانية وهي المسيحية شوفوا المسيحية يعتقدون ان هذه كل العلامات اللي ذكرها الكتاب المقدس عند اليهود هذه النصوص اللي عند اليهود كلها يطبقونها على النبي عيسى فيقولون هو المسيح الذي بشرت به التورات وهم يعتقدون ان النبي عيسى عليه السلام صلب ثم بعد ثلاث ايام من صلبه عاد الى الحياة اللي يعبرون عنا عندهم عيد القيامة انه قام مرة اخرى وبعث الى الحياة وظل حي لمدة اربعين يوم ثم رفع الى السماء فهم الان يعتقدون انه حي ورفع حي في السماء وانه سيعود في اخر الزمان ويملأ الارض قصدا بعدها وعدها بعدما مرئ الظلم وجره فالان المسيح وهذا احنا نعتقد ايضا ان المسيح رح يرجع ورح ينزل من السماء الخلاف بيننا وبينهم في اي نقطة انح نقول المسيح ما صلب اصلا هم يقولون صلب مات لمدة ثلاث ايام عاد الى الحياة عاش اربعين يوم رفع الى السماء سيعود في اخر الزمان انزل وهذا مثلا نص يبين ان النبي عيسى عندما كان يرتفع الى السماء بشرهم بانه سيعود في اخر الزمان فقال اما هم المجتمعون هذا في سفر اعماله رسل من مقطع 6 الى 11 فسألوه قائلين يكلمون النبي عيسى يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل انت الحين رح ترد الملك الى اسرائيل رح تنشئ الدولة الموعودة فقال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه ماكو توقيت لا توقتون للظهور ما حد يعلم موعد الظهور لكنكم ستناولون قوة مني متى حل روح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في ارشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض ولما قال هذا ارتفع يعني خلاص بعد هذه الأربعين يوم عقب ما عاد إلى حياة عاش أربعين يوم الحين ارتفع الى السماء ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم اختفى عن الأنظار وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق وما يشوفون السماء وهو صاعد وإذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض يا شخصين عندهم بلباس أبيض وقالا أيها الرجال الجليلون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا سيرجع مرة ثانية كما رأيتموه منطلقا إلى السماء مثل ما صعد رح ينزل مرة أخرى في آخر الزمان ثم في نص آخر هذا النص يجمع كل يعني معالم القضية المهدوية عند المسيح رح نقرأ هذا النص ثم نبين الخلاصة منه وما استفدناه من هذا النص هذا النص يتحدث عن النبي عيسى جالس على جبل الزيتون اتجاه الهيكل في القدس مكان الهيكل اللي هو مكان المسجد الأقصى سأله بطرس ويعقوب ويوحنى وأندراوس هذه أصحاب حواريين النبي عيسى على انفراد قل لنا متى يكون هذا متى ترجع متى ستحيي العدل وتملأ الأرض قسطا وعدلا وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا شنو علامات ظهورك فأجابهم يسوع وابتدأ يقول انظروا لا يضلكم أحد فإن كثيرين سيأتون بإسمي قائلين إني أنا هو في وايد مدعين مهدوية ديروا بالكم مو كل مدعي مهدوية اتصدقونه ويضلون كثيرين شنو علامات الظهور فإذا سمعتم بحروب وبأخبار حروب فلا ترتاعوا لأنها لابد أن تكون فسيظهر في وقت من علامات الظهور وجود حروب وتكون زلازل في أماكن وتكون مجاعات والضرابات هذه مفتدأ الأوجاع فهذه معالم عصر الظهور حين أدن إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هو ذا هناك فلا تصدقوا يرد أكد وجود مدعين لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة بل رح يعطون آيات وعجائب وحرارونكم دلائل أحيانا قد فلازم تدقق فيما يأتون به لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا يبي يضلون حتى المختارين حتى الصفو يحاولون يضلونهم فانظروا أنتم هار أنا قد سبقت وأخبرتكم بكل شيء وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم تصير حوادث كونية الشمس ما تنور هذه من علامات الظهور عندهم الشمس يفتقد نورها والقمر لا يعطي ضوءه أيضا القمر يفقد ضوءه فكأن ظلام واقعي يعمل الأرض ونجوم السماء تتساقط فيه أحداث كونية والقوات التي في السماوات تتزعزع إهني وحين إذن يبصرون ابن الإنسان إهني يبدأ يظهار آتيا في سحاب يظهر على سحاب بقوة كثيرة ومجد فيرسل ملائكته ويجمع مختاريه من الأربع رياح يجمع أنصاره من الأربع رياح من الجهات الأربع يجمع أنصاره بشكل إعجازي هذا أهم شنو يذكرك أنت عاد طبق من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء أقول الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول يعني ظهوري حتمي غير قابل للبداء غير قابل للتغيير زين وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ما أحد يعلم وقت الظهور وقت الظهور مختص بمنه يقول ولا الملائكة في السماء ولا الإبن حتى الإبن ما يعلم إلا الآب عندهم تثليث الإبن والآب وروح القدس فيقول حتى الإبن ما يدري اللي يعرف فقط الآب يعلم الساعة يعلم وعد الظهور غير ما أحد يعلم انظروا ازهروا وصلوا الحين يحثهم على انتظار الفرج مو تنسون القضية خلكم منتظرين ازهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت يقول إن زين شنو حالتكم يقول خلتكون حالتكم كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولي كل واحد عمله وأوصل بواب أن يسهر يقول أنا غيابي عنكم تني أنا هديت البيت وأنت وخدم عندي في البيت فلابد شنو وعطيت كل واحد وظيفته وقلت لكم سهرة وصبرة ولين أنا أرجع إن يسهروا اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت أم ساء أم نصف ليل أم صياح الديك أم صباحا لألا يأتي بغتة لا ييبغتة ويظهر فجأة فيجدكم نياما خلكم مرابطين منتظرين لظهور الفرج وأما ما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا نطروا انتظروا الفرج شون هذا نص يعني لطيف ويخلص ويلخص علامات والقضية المهدوية عندهم فإن علامات الظهور كثرة الحروب الأوباء والمجاعماء انخماد نور الشمس والقمر والنجوم ظهور الكذابين الظهور يقع مفاجأة لا أحد يعلم بالظهور لابد من الاستعداد للظهور أيضا في علامتين يذكرونهم لظهور المسيح هو دمار الهيكل أن هيكل سليمان المعبل اللي بنا سليمان لابد أن يدمر والآن خب هو بعد دمر من زمان وأيضا في حرب آلمية مذكورة يسمها حرب همجدون بعد هذه ما نتعرض فيها تفاصيل تقولون أن تبحثون عنها في الإنترنت وايد فيها تفاصيل عنها حرب آلمية يسمها حرب همجدون هذه الحروب اللي كان يتكلم عنها يقولون هذه حرب آلمية ضخمة ستقع في آخر الزمان إذن في نص ثاني هذا النص الثاني أيضا يتكلم عن المسيح بس هذا النص مليء بالترميز والإشارات الخفية أنا يبي أقرى النص وأنت فكر وطبق هذا النص شوف على شنو ينطبق هذا النص يقول ظهرت آية عظيمة في السماء النص كلها رموز امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من اثني عشرة كوكبا اثنى عش زين وهي حبلة تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد وظهرت آية أخرى في السماء هو ذات نين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوه سبعة تيجان والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد في مولود راح يولد وفي شخص ناطر هذا المولود يودد لكي يأخذ هذا المولود حتى يبتلع ولدها متى ولدت زين فشنو ولدت فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم راح يرعى يحكم جميع الأمم بعصا من حديد بالسيف واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه اختفى هذا الولد الله حفظ هذا الولد فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذي يحفظونه وصايا الله هذا البشارة البعض قال هذه البشارة تنطبق بشكل كبير على الإمام المهدي عليه السلام مباشرا فأمرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها الكلمة 12 كوكبا قال هذه إشارة الزهراء عليه السلام ولأمه الاثني عشر زين والتنين أوقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتدع ولدها متى ولدت إشارة إلى أم الإمام المهدي عليه السلام وأن شنو والتنين رمز للسلطة الحاكمة في ذلك الزمان التي كانت تنتظر ولادة هذا المولود من زين فولدت ابنا ذكرا عتيدا هذا الإمام المهدي الذي سيرعى ويحكم جميع الأمم واختطف ولدها إلى الله وعرشه صار حفظ من الله فدش في عصر الغيبة حفظ من الله سبحانه وتعالى عن أن يقتل إلى أن يأتي آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعد هذا بالنسبة إلى المسيحية ومعالم المهدوية عند المسيحية حيني حق الديانة الثالثة وهي الإسلام طبعا الإسلام أولا إذا نروح للقرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم ينص على أن القضية المهدوية ضرورة قرآنية لأن لأن هناك جملة من الآيات لا يمكن تفسيرها ولا يمكن أن تنطبق إلا على الإمام المهدي عليه السلام فنستطيع أن نقول أن القضية المهدوية ضرورة قرآنية شلون خشوف هذه الآيات المباركة قال سبحانه وتعالى في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الآية وعدت بأربع أمور الأمر الأول شنو الاستخلاف في الأرض الأمر الثاني التمكين في الدين الأمر الثالث الأمن الأمر الرابع العبادة الخالصة هذه الأمور لم تتحقق منذ عصر النبي صلى الله عليه وآله وهذا وعد إلهي والوعد الإلهي لا بد أن يتحقق فلا بد من وجود منقذ ومخلص ومهدي يحقق هذا الوعد الإلهي إذلك ورد عندنا في كتاب غيبة النعماني عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في معنى قوله في هذه الآية قال الإمام عليه السلام نزلت في القائم وأصحابه فهذه دلالة واضحة على انطباق هذه القضية على الإمام المهدي عليه السلام الآية الثانية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عباديل هذا وين ذكرنا النص توا لما تعرضنا حق اليهودية ذكرنا النص من مزامير داود هذا القرآن كان يشير إلى هذا النص الموجود في مزامير داود الأرض يريثها عباديل صالحون الصديقون يريثون الأرض كان هذا النص في زبور داود فهذه الآية المباركة تشير إلى أن هذه القضية أيضا شنو مو فقط قضية مختصة بالإسلام أيضا هي موجودة عند اليهود انزين وطبعا ورد في هذه الآية ورد تفسيرها بالإمام المهدي عليه السلام الآية الثالثة قال سبحانه وتعانى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذه الآية ورد نظيرها في سورة الصف وردت أيضا آية مشابه لها في سورة الفتح فنقدر نقول مضمون هذه الآية تكرر في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع هذه الآية المباركة طبعا تكرر هذا المضمون يدل على اعتناء القرآن الكريم بهذا المضمون هذه الآية المباركة نلاحظ أنها بينت العلة من أرساله رسل بالهدى والبينات يعني الله أرسل رسل بالهدى اللي هو الآيات والحجج والبينات شنو الغرض من أرساله رسل قال ليظهره على الدين كله فالغرض النهائي من بعث الأنبياء هو أن الدين الحق شنو يظهر شنو يعني ليظهره على الدين كله الظهور على الدين كله هو الغلبة يعني لكي يغلب على بقية الأديان والغلبة على نحوين مرة غلبة مادية يعني يكون هو الدين القوي الحاكم على بقية الأديان ومرة تكون شنو غلبة معنوية إن معالم الدين وحقائق الدين وتعالم الدين هي تكون الظاهرة هي تكون الغالبة فظهور الدين بمعنى غلبته والغلبة تنطبق على الغلبة المادية القوة والسلطان والتمكن والقوة المعنوية انتشار معالم الدين وحقائق الدين وتعاليم الدين والآية مطلقة قالت ليظهره على الدين كله فيشمل ظهور الدين المادي وظهور الدين المعنوي هذا الوعد الإلهي لم يتحقق في أي زمن من الأزمنة ما صار في زمن حتى في زمن قوة الدولة الإسلامية المادية القوة المعنوية ما كانت موجودة ما كانت تطبق معالم الدين ما كانت تطبق أحكام الدين بشكل صحيح فإلى الآن لم يتحقق هذا الوعد الإلهي بالغلبة المعنوية والمادية للدين الحق على بقية الأديان فلذلك ورد في روايات العامة وروايات الخاصة انطباق هذه الآية على الإمام المهدي عليه السلام فروى الكوليني بسنده عن الإمام الكاظم عليه السلام قال يظهره على الدين كله يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم وأيضا ورد عن أبي بصير رواء الشيخ الصدوق بسنده في كتاب كمال الدين وتمام النعمة عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل يذكر الآية فقال والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم فإذا خرج القائم لم يبقى كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه حتى أن لو كان كافرا أو مشركا في بطن صخرة لقالت يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتل فهني تتحقق الغلبة المادية والمعنوية للإسلام على يد الإمام المهدي عليه السلام أيضا في روايات العامة في تفسير الطبري ورد في قوله ليظهره على الدين كله قال حين خروج عيسى بن مريم ونحن نترى خروج عيسى بن مريم متى وأيضا مع خروج المهدي عليه السلام وأيضا ورد في الدور المنثور للسيوط أيضا فسره بنزول عيسى بن مريم جيد هذا بالنسبة إلى القرآن الكريم الآن سريعا طاقة قريبا خمسة دقائق إن شاء الله ونختم نروح حق المهدوية عند أهل السنة شنو عقيدة هل يعتقد أهل السنة بالإمام المهدي عليه السلام أم لا نقول بلا شك هم يعتقدون بالإمام المهدي عليه السلام فورد في مسند أحمد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عندي وسلم لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا قال ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وعدوانا محرق الكتاب قال إسناده صحيح على شرط الشيخين أيضا في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يلي رجل من أهل بيتي واطئ واسمه اسمي قال عاصم وأخبارنا أبو صالح عن أبي هريرة لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي فهذه بحديث مباسي يبين أن القرية المهدوية يبين أنها شيء حتمي لابد أن حتى لو يوم واحد بقى يظهر يظهر قضية وعلماء أهل السنة أقروا بهذه الحقيقة مثلا ابن تيمي أقر قال وأما الحديث الذي رواه عن ابن عمر عن النبي يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيتي وكنيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئ الظلما وذلك هو المهدي فالجواب أن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيرها أيضا ابن حجر نقل عن أبو الحسن الأبودي في مناقب الشافعي تواترت الأخبار يعني مو بس قضية خبر واحد الأخبار متواترة أن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه أيضا الألباني أن عقيدة خروج المهدي عقيدة ثابتة متواترة يجب الإيمان بها لأنها من أمور الغيب أيضا ابن باز ذكر مثل هذا الكلام فقال وقد حكي غير واحد من أهل العلم تواترها يعني الحاديث في المهدي وهي متواترة تواترا معنويا لكثرة طريقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب شنو الفرق بالاعتقاد بيننا وبينهم في القضية المهدوية في نقاط اشتراك أن هناك منقذ منتظر يخرج في آخر الزمان وأنه من ذرية النبي من ولد فاطمة وعلي عليهما السلام أن اسمه اسم رسول الله أن لقب المهدي أن يظهر في آخر الزمان وأنه سينزل معه عيسى هذه نقاط مشتركة بيننا وبينهم نقاط الاختلاف شنو؟ أولا في نقاط اختلاف اسم والد الإمام المهدي فمثل ما ذكرهني ابن باس قال شنو محمد بن عبد الله لأن دهم رواية أن اسمه اسمي واسم أبيه اسمه أبي النقطة الثانية أنه هل من ذرية الحسن أم الحسين نحن نعتقد أنه من ذرية الحسين عليه السلام ابن الإمام الحسن العسكري هم يعتقدون ولو قضية خلافية بينهم لكن مثل ما ذكر ابن الباز أنه شنو؟ العلوي الحسني يعني من ذرية الإمام الحسن عليه السلام الأمر الثالث الذي وقع فيه الخلاف هو ولادته أنه نعتقد أنه مولود حي يرزق هم يعتقدون أنه سيولد في آخر الزمان وطبعا مدة عمره نعتقد أنه عاش هذا العمر الطويل هم يعتقدون أنه سيرضى في آخر الزمان ويعيش عمر طبيعي هذا تمام الكلام في هذه الجولة في الأديان المختلفة حول القضية المهدوية في الخلاصة قضية المهدوية قضية مشتركة بين جميع الأديان سواء أديان وضعية أو أديان سماوية والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة